رحمة الله وبركاته. ان شاء الله هنبدأ الكلام دلوقتي على اخر باب خالص في الكورس ده. او في الكتاب. اه اللي بيكلم على او العلاقات بتاعة حساب معامل انتقال المادة او الماس ترانسفر كوفيشن. اه وهو يعني انا هنحتاج نرجع بسرعة على بعض القوانين اللي احنا كنا كلمنا عليها قبل كده. وكنا بنقول القوانين دي اللي هو قانون بتاع الفلوكس اللي انا عايز احسب الفلوكس بتاع الماس ترانسفر بالكونفكشن فهيساوي الماس ترانسفر كوفيشن في الدرايفينج فورس. كنا قلنا ان علشان اجيب الكي ديت صعب ان انا اجيبها نتيجة للاسباب كتير وكنا قلنا ان منها او اهمها ان في عامل كتير جدا جدا بتأثر عليه وبالتالي احنا مش هنقدر ندرس كل واحد لوحده. وشان جده عملنا الاناليسز وعملنا ايه ال برامتر زي اللي احنا شايفينها دي. فقلنا فيه حاجة اسمها شيروت نامبر ورينوس نامبر وجراشوف نامبر وشميت نامبر وكنا اتكلمنا عليهم بالتفصيل وقلنا ايه معنى كل واحد فيهم وازاي ممكن نجيبهم بالدامانشان الاناليسز وكده وكنا يعني خلصنا في النهاية الى ان عندنا المعادلتين دول. اه معادلة اللي بقدر اجيب منها الشيروت نامبر اللي بقى بجيب منه الماس ترانسفر كوفيشن. اه فدي العلاقة ما بين شيروت نامبر وبين رينوس نامبر وشميت نامبر في حالة الفورسة وهي نفس او شابه جدا علاقة ما بين اه شيروت وجراشوف وشميت نامبر في حالة الناتشرال كونفكشن. فاللي احنا عايزين نشوفه دلوقتي اه اه ازاي ممكن نجيب الماس ترانسفر كوفيشن او زي نجيب الشيروت نامبر ونجيب منه الماس ترانسفر كوفيشن. يعني احنا في الباب اللي فات كنا بنتعامل على انه هو معضة. احنا كان كل المسائل اللي حلناها كنا بنقوله الله هي انا عارف الماس ترانسفر كوفيشن قيمته بكزا فانا ححل باستخدام القيمة دي. القيمة دي بقى انا بجيبها منين يعني ما هي مش دايما هتبقى معطاة. اه فانا علشان اقدر اجيبها فانا محتاج اعرف اه احسبها باستخدام العلاقات اللي عندي دي. وكنا قولنا اللي حيختلف من سيستم للتاني في معظم الاحيان يعني. اه ان الاي والبي والسي حيختلفوا طبقا لنوع السيستم وطبقا لحاجات كتير قوي. فاللي احنا حنعمله دلوقتي في الباب دوت ان احنا نفهم بقى او نشوف المعادلات دي. فهو بيكلم الباب ده بيكلم بشكل اساسي على العلاقات اللي ممكن استخدامها علشان احسب الماس ترانسفر كوفيشن. العلاقات دي احنا اه عرفناها او وصلت لنا عن طريق تجارب ناس عملوها وعملوا يعني تجارب كتير لغاية لما يقدروا يجيبوا العلاقات دي. اه والعلاقات دي زي ما كنا قلنا قبل كده المعادلات اللي احنا بنستخدمها ممكن تبقى جاية على اساس نظري. زي المعادلات اللي احنا جبناها بتاع وشوفنا ازاي المعادلة ممكن نقدر نجيب منها اه العلاقة او المعادلة. بس الحاجات اللي احنا هنشوفها دلوقتي هتبقى كلها حاجات جاية من نتائج معملية. وهي زي ما احنا قلنا قبل كده ان هي بيعتمد على نفسه او على المائع نفسه اللي بيحصل فيه انتقال المادة وبيعتمد على درجة وبيعتمد على شكل نفسه او الشكل الهندسي اللي بيحصل فيه انتقال المادة. فول مفروض المعادلات اللي احنا هنشوفها هتبقى واخدى كل ده في الاعتبار. وده حيبان معانا كويس جدا جدا. فالمعادلات بتبقى زي ما قلنا هتبقى بتنفع مع انتقال المادة حوالين يعني اجسام مختلفة لها اشكال مختلفة. وان ده المعادلات دي هتبقى صالحة يعني تصلح لي حالات زي التبخر زي التكسف زي الدوابان حاجة في المية او دوابان حاجة في اي سائل التاني او يعني اي نوع من انواع انتقال المادة ما بين يعني باتنين يعني. وكنا قلنا زي ما قلنا قبل كده ان هو بياخد في اعتباره الجومتري والفلور جيم والفلور تروباتيكو دي هنشوفها لما نيجي نتكلم عن معادلات. والمعادلات اللي احنا هنشوفها هتبقى كلها جاية في شكل ديمانشان لس نمبرز. فاللي احنا هنشوفه كمان يعني في الكام مرة اللي جايين ان شاء الله يعني هي الامثلة دي. هو الكتاب في الحقيقة. اه ودي نقطة يعني مهمة انها تبقى عطي حالة. الكتاب مندي امثلة على بعض الحالات. اه ومنها الحاجات اللي احنا شايفينها دي ماس ترانسفر بلايت والسفير والسيلندرز والفلو ثرو بايبس واحنا نتكلم عليهم بالتفصيل ان شاء الله. بس هي الفكرة ان اه وهو فيه نوعين كمان من الامثلة انا مش مش هتكلم عليها وحقولكو دلوقتي ليه بس هي. الفكرة كلها ان يعني الباب ده بالنسبة لي من اكتر الابواب المملة في الكورس كله. اه هو ما فيهوش اي اي اضافة للواحد اه او او ما فيهاش حاجة تشرح يعني هو الباب كله عبارة عن معادلات ان انا لو عندي اه بلايت هستخدم المعادلة الفلانية لو عندي سفيرة هستخدم معادلة الفلانية لو عندي اه فلو ثرو بايب حيبقى المعادلة الفلانية فهو كل اللي فيه ان هو بيقولك والله في الحالة دي استخدم المعادلة دي في الحالة دي ما فيهاش حاجة ما فيهاش فني يعني ما فيهاش اختراعات يعني هو كل اللي فيها ان انا حشوف انا يعني او يمكن المهارة اللي انا حقدر يعني اكتسبها في حاجة زي كده اه مبدئيا ان انا ابقى فاهم ان فيه اشكال او اخد واخد فكرة عن المعادلات واعرف ان عليها اشكال مختلفة بتختلف طبقا للظروف وطبقا لحاجات كتير اه حبقى فيها جزء بيعتمد على فهمي انا الانتقال المادة ده بيحصل فانهي فانهي فيز يعني لو لو انا عندي مسألة مسأل مية بتتبخر فانا يا ترى هستخدم اه انهي اه انهي اه استخدم خصائص المية ولا خصائص الغاز دي دي حاجة تانية مهمة جدا يعني بتلخبط شوية يعني هاتبقى مهمة ان احنا نعرفها آآ وتاني دي هتبقى في التطبيق يعني مش هتبقى في شرح المعادلات نفسها لان هي معادلات معادلات انت هتخد المعادلة دي وتعاوض فيها وخلاص فالتعويضات نفسها بتبقى فيها يمكن بعض الاخوطة فدي نقطة تانية مهمة نعرفها يعني عشان كده احنا مش هيبقى فيه حاجة يعني تستدعي ان احنا ندخل في تفاصيل كتير وهو حتى في الكتاب اللي هو بيشرحه هي امثلة يعني هو مغطاش كل امثلة الفلو مثلا في السفيرز ولا السيلندرز ولا مغطي كل الحالات بتاعة الفلو ثرو بايبس ولا ولا الباكت بيد ولا هو مش مغطي كل الحاجات اللي اتنشرت في العالم كله وحطاها في الكتاب اهم ادي امثلة وحيبقى المجال مفتوح لاي حد حيبقى عنده احتياج لان هو يجيب حاجة معادلة يستخدمها ان هو يبقى فاهم حيعمل ايه يعني ان هو مش هيكتفي بس باللي موجود في الكتاب ده لان هو عارف ان في حاجات تانية وبالتالي فهو حيحتاج يروح يشوف في اي مراجع تانية يشوف في اي كتب تانية في اي اوراق بحسية منشورة ايا كان مهم يقدر يطلع بنتايج يعني تناسب الحالة اللي هو اشترك بها. فيمكن هي دي الحاجة الاساسية اللي انا عايز انها تبقى وصلة للناس اللي هي احنا مش الهدف ان احنا نغطي كل حاجة احنا بنتدي امثلة وبنتدرب عليه على الاساس ان انا لو قابلتني حاجة بعد كده اقدر ابقى عندي خلفية عن التعامل مع المعادلات اللي بالشكل ده هتبقى عاملين زي. فاللي احنا هنعمله ان شاء الله المرة الجاية احنا هنبتدي اه اه نتكلم على اول حالة وهي في البليتس والسفيرز والسيلندرس. فدي هتبقى المرة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.